القوات الاحتلال الاسرائيلي في نهج اسرائيلي مستمر الحقيقة وقديم ليس بجديد في محو الهوية الفلسطينية واستهداف الهوية الفلسطينية بتوشع للنار في مكتبة جمعة الاقصى ويمكن دي مش الحدثة الاولى يعني هم متعمدين حدوث ده ده حصل قبل كده في جمعة الاسلامية وفي جمعة الازهر لكن بالتحديد النهاردة ده حصل في جمعة الاقصى في مدينة غزة على حسب ما شفنا في وسائل اعلام عبرية والحقيقة الصورة زي محضراتكم شايفين جندي اسرائيلي وراء المكتبة محترقة وده الحقيقة حاجة بتفكرنا وترجعنا كده لزمن المغول ده كان طريقتهم وده كان نهجهم زي ما احنا بنشوف الاسرائيليين بيعملوا ده الحقيقة يعني انا مش عارفة حتى نشرهم لهذه الصور ده مشهد غير مفهوم وغير مقبول في اي حتة مسألة استهداف الثقافات وهدم الهوية الفلسطينية يمكن ده النهج الاسرائيلي المتوارث اللي احنا بنشوفه وهم بيوثقوا لأفعالهم وجرائمهم بنفسهم وبينشروا هذه الصور بنفسهم وزي ما قلتلكوا ده بيرجعنا تاني للي المغول عملوه في تدمير مكتبة بغداد مشاهد غير مفهومة بنشوفها من قوات الاحتلال الاسرائيلي في استمرار للتصعيد واسرار على التصعيد تجاه اخواتنا في غزة